برحب بكم عزيزي مشاهدين حلقة جديدة من حلقات الإسلام تحت المجهر وحلقة النهاردة بعنوان أصحاب الرسول والنهاردة هنحط أصحاب الرسول تحت المجهر بالدليل والبرهان وكل المراجع هتكون قدامكم على الشاشة برحب الأول أعلم بك مارينة وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هنشوف النهاردة برضو هنشوف الجمال والحلاوة خلينا ندخل على طول في الموضوع من أول الرسول نفسه كان عنده أصحاب الرسول كان بيحرطهم على القتل والقتل الغدر يعني مش راجل راجل لأ أخضر بيك خيانة خيانة لأن إحنا لما نشوف مسلمين بيقتلوا في ناس بالغدر ما فيش أخلاق الفروسية يعني يتبحوا كهن في الشارع بالسكينة يتبحوا مش عارفة بنت كده من ظهرهم كده من ظهرهم كل ده غدر ودا تعليم الرسول وكلام دوا في سحيح البخاري رسول الإسلام قال من لي بكعب بن الأشرف فقد قاذى الله ورسوله فطبعا أصحاب الرسول قالوا له إيه أتحب أن نقتله قال نعم قالوا له طب اسمح لنا أن إحنا نعمل خدع قال لهم متشوف يش مشكلة بس قبل ما تكمل يعني إيه أزى الله ورسوله يعني كمين كعب بن الأشرف اللي يأزى الله ده هو بيقول أهو قد تبقي تشحالي حطيها يعني إيه فإنه قد أزى الله ورسوله هو يعتبر الأزايا اللي بيتأزيها هو مثلا شطم الرسول هما بيقولوا كتب شعر في نساء الرسول بس يعني يعني هما بيقولوا إذا الرسول أنه هو كتب شعر في نساء هما كان بيشوف نساءه يعني يعني ويعودوا كتب فيهم شعر يعني فالرسول يتأزي فالله بيتأزي ما هيؤذي الرسول يؤذي الله يعني كده ممكن يكون هم لبسه له على فكرة آه آه ده كان رجل غني جدا ونضيف جدا والروايح كده هلا منه يعني معروف بالغنى والشياكة وجمال وكده غير ده يهودي كمان آه آه فقالوله إيه ايه إيه 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 إنا نحنا نعمل فيه خدعة آه فبعت فبعت له الرسول الإسلام راح بعات له أخو من الرضعة آه فامراته قالت له إيه راح تقالت له إيه لما أخو مين أخو كعب كعب بن الأشر آه فقالت له قالت أسمع صوتاً كأنه يقتر منه قدام قالت له خلي بالك ده أنا يعني حاسة كده أنهما عجيين في ريحة شر قال إنما هو أخي محمد بن مسلم ورديعي أبو نائلة أمان بعث له ناس يسق فيهم وإن الكريم لو دعى الدعية إلى طعنه بالليل الأجابي يعني ده هم بيستنجدوا بي لازم حتى لو هموت بالظبط شوفي مرجلة قد إيه رجولة يعني فهما كانوا متفقين مع بعض وعارف إنهم مسلمين أه هما كانوا متفقين مع بعض إنه هما هيعملوا حيلة إنه هو يقولوا يا ريحتك جميلة ورينا نشم شعرك فقالوا له فعلاً كده فهيقول لنا كده طبعاً لأي حديثة ويلد فأنا بختصر فقال إئذن لي أن أشم رأسك الريحة جميلة طالع بيحط عطور والديهنات وحاجات قال نعم فشمعه ثم أشم أصحابه قال له شموا ريحة جميلة طالع زيك طبعاً تعرف الرسول كانت الريحة يعني كان بيفلوه كده يعني طبعاً مليان أمل فكانوا بيفلوه وريحة مش حلوة وبيربضاع والحاجات دي كلها فبيقول لك ثم أشم أصحابه ثم قال إئذن لي قال نعم قال له ممكن أصحابي كمان يشموك آه شموني مسكوا رأسه يقول لك كده فلما استمكنا منها قال دونكم فاقتلوه فرحوا قتلينه ورحوا للرسول وأخضروا قتلوه بالغدر ده بالغدر غدرين أصحاب الرسول إيه غدرين والغادر الأكبر مين الرسول يقتل بالغدر لا فيش الحرب الفروسية في الحرب آه الرجال بص يا مارينا لو عملنا مقارنة بين كعب بن الأشرف والرجال والرجال اللي رحوله يعني عطلهم الأمان قال أنا راجل ها اللي يلجأ لي أنزله أنزله حتى لو قلت أنا على موتي يعني شوف وعارف أنه هم مسلمين يعني فكرة أنه قال كلام على زوجات النبي والكلام إزاي لو هو قال كلام ده هو ما كانش أقل لمراته أنا لا يمكن حد يلجأ لي وأنا أرده ليه طب ما إحنا تكلمنا قبل كده في حلقة زمين عن عبدالله بن قباي ما كان بيقول على مرات الرسول زانية معلش حاجة بالظب وقال على الرسول زم سمن كلبك فهي أقولك كان بيتكلم على الرسول بيشبهه بالكلب والأعز الأزل وقال كل الكلام ده شبه الرسول بالكلب بالذات السامين الشرس اللي بعد ما تسمينه يأكله هو كلب بعده كده يعني هو بيقول كده يعني مثل عندهم عمله إيه ما ده ما أقزاش الرسول ما أقزاش الله ورسول وشوفي بقى الفرق بين الاتنين أداء مسلمين عملوا فيه إيه وده يهودي عمل إيه وكان شجعت بإيه وقال لمراتي وده أخويا في الرضاعة وده محمد بن مسلمة يعني دول حبيبي أنا لازم أنزلهم فما استجاروا بي لازم أنزلهم بالضبط حاجة يعني المفروض المسلمين علم الغدرة للصحابة آه آه مش من أخلاق مين يا جماعة هكش هش عليه يا كده يعني يلا العرب أخلاقهم كان فيها الشهامة طبعا والفروسية يقولك الفروسية دي مش طبعا مش أخلاق فارس خالص يعني طبعا فين من ضمن يا مارينة الرجال اللي كان حولين الرسول مش هتصدقي كان في وقت الرسول كانوا بيزنوا في وقت الرسول بس؟ في وقت الرسول وبعد الرسول طبعا لكن أوقات الرسول وهو الرئيس بتاعهم الكبير كان زنق على ودنه حسألك سؤال أين آية الرجل؟ هل موجود في المصحف آية الرجل؟ لا أقولك ليه مش موجودة في فتح الباري في شرح صحي المخاري كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا وروينا في فضاء للقرآن لابن الدريس من طريق يعلى وهو ابن حكيم عن زايد ابن أسلا إن عمر خطب الناس فقال لا تشكوا في الرجل فإنه حق ولقد هممت أن أكتبه في المصحف بص كان حيكتبه في المصحف فسألت أبي ابن كعب أبي ابن كعب نكتب اللي إيه آية الرجل في المصحف فقال أليس إنني وأنا أستقرقها رسول الله يعني وأنا بقولها لرسول الله يعني الرسول كان عايش وأنا أستقرقها لرسول الله فدفعت في صدري ضربه في صدره البنية في صدري اللي بتقوله ده وقلت استقرقه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر على المسلمين يعني أنت بتقوله عايزين نكتب آية الرجم والمسلمين بيعملوا في بعض زي الحمر تسافد الحمر يعني بيشبه المسلمين بالحمر اللي في وقت في وقت الجماع الجماع تخيلي ده أيام الرسول ده أولا الصحابة اللي كانوا أيام الرسول وعشان كده الآية دي ما تكتبتش في المصحف بس هو هنا بيقولك أن عمر خطب الناس يعني ده بعد الرسول ما مات ما نعرفة يعني عمر بيخطب الناس وبيقول لهم احنا مش هندل ايوة بيقول لهم بصوا يا جماعة أنا متأكد أن الرجم حق ايوة حلو كده بس أنا لما لما كعب بن الأشرف قصدي أبي بن كعب يعني كان بيستقرقها للرسول عمر بن الخطاب ضربوا في صدره وقال له بتستقرقها له والمسلمين يعني يتسفدون يتسفدون يتسفد الحمر وغير كده هو المغيرة بن شعبة آه زاني المغيرة بن شعبة ده وطلعوا عمر بن الخطاب طلعوا كده خد وأبا بكرا كان بيقول أشهد أن المغيرة لزاني في المحافظ يعني وفت الناس وبعدين تلاتة تلاتة شهدوا يعني ناخد بواحد وناخدش بالتلاتة ده بالعكس الواحد اللي قال أنا ما شفتش قوي يعني الحتة دي قوي الواحد فيهم اسمه أبا بكرا آه أبا بكرا هو اللي قال يا جماعة تعالوا شوفوا المغيرة بيعمل كده لا أبا بكرا ده من الناس اللي اتجلدت ما أنا فاهمة أيوة لما كان يروح المحافظ كان أيوة مارينا يقول أشهد أن المغيرة لزاني حلو وسمية فاصل أيوة علشان إيه هم لبسو ما تبش ما تبش لا قال لا أنا شايف أنه هو المغيرة ودي الست والست دي كان بتزني معا بس أنا النقطة بتاعتي إيه إن فيه تلاتة اتاخد رفضوا الشهادة بتاعتهم وخدوا بشهادة واحد اللي هو قال لا أنا ما خدتش بالي قوي فجلدوا فده علشان بس إيه يسيبوا الناس تزني وجات برامج كتير في التلفزيون قالوا هو الرسول حط كده علشان أمر المسلمين ما ينفضح يعني إذنه ورحدكم خليني كمان إن في سورة الأحزاب تلاتة الخمسين بيقول كده يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم غير نظرين أنا إلى آخر الكلام بيقول إيه بيقول كده وإن سألتمهن بكلمة عن إنساء الرسول يعني متاعا فسألهن من وراء حجاب زالكم زالكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إنه ذلك كان عند الله عظيمة طب إنت قاعد تكلم المسلمين بتقول لهم بلاش تنكحوا أزواج النبي عشان ده هيئذي الرسول وهو ميت هيئذين حاجة تأذينه وده حاجة عظيمة جدا عند الله طب ما تقول لنستاتك ما تتجاوزوش بعدي مسك الرجالة ليه وتقول لهم إيه وحد ينكح فيكم رفي مهم تفسير الكرطبي يقول لنا يقول لنا أسباب نزول إيه قال لك كده قال ابن عطيها روية إنها نزلت بسبب إن بعض الصحابة قالوا لو مات رسول الله لا تزوجت عائشة طبعا ده طلحة طبعا فبلغ ذلك الرسول فتأذى به وهكذا كان عنه ابن عباس ببعض الصحابة وحكى مكي عن معمر إنه قال فهو طلحة ابن عبايت عبيض الله قال يعني هو يتجاوز نسائنا وإحنا منتجاوز نسائه يعني بصين على نسائه آه وقال لك إنه وكل بقى واحد يقول لنا إنه هتجاوز المسالمة والتاني يقول لنا إنه هتجاوز عائشة أو إن الرسول يموت كلهم كانوا صغيرين طبعا طبعا شباب صغير طب يشمعنا الرسول اللي يقول لها طل واحده يعني قال لك بس سامع كده يعني الصحابة إيه آه بيشتهوا نساء وهو عايش طبعا محترم يقول لنا لو مات فلان هاخد مراته يقول لنا إنه هتجاوز مراته هو ده ده الصحابة اللي كانوا مع رسول ودولة نساء الرسول يعني ده رسول الله يا جماعة في حد ممكن يشوفه شيخ يقول لنا هتجاوز مرات الشيخ أول ما الشيخ يموت مستحيل مستحيل صحيح ما حدش يعني فكر بكده يعني ده أخلاق صحابة حول الرسول آه يبقى وده كمان مين طلحة وطلحة واللي يسمى بنته إيه عائشة يعني برضو الحب الأول الحب الأولي والحب في القلب زي العبدة تتكلم آه واخد بالك فيعني دولة صحابة اللي حوالين الرسول طيب حتى لما نشوف كده فرحة على الحوض طبعا إحنا كل ده إحنا بنحط الكلام ده تحت إيه تحت المجهر للمسلم لكن إحنا لا عارفين لا أمتأكد إنه فيش حاجة اسمها حوض ولا يشربهم ولا أي حاجة من دي بس أنا بفهمك إن يعني الله لا يترك نفسه بلا شاهد حدث الكتب الإسلامية بتشهد إن الصحابة دولة إيه ما كانوش ناس محترمة زي ما أنت متخيل آه وعايز عايز ترجعنا لعهد الصحابة آه لعهد الصحابة يا ويلتاء آه فيقولك في البخاري سهيل بخاري يقولك إيه إني فرضتكم على الحوض آه من مر علي شرب ومن شرب لم يزمق أبدا طبعا بيقلد المسيح من يقبل إلي آه الصدق حلوة آه عجبتني آه فطبعا أنا هو الماء الحي اللي بيدي المسيح وهكذا يعني يعني بيشبه نفسه بالمسيح المهم راح إيه جاي الصحاب والصحابة بيعدوا عليه قال أصحابي أصحابي فقال إيه إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فقالوا صحقا صحقا لما نغير بعدين يعني ما قالوا أنت متعرفش طبعا أنت في وقت الرسول كانوا بيعملوا كده مالبعدوا عملوا إيه؟ بالزبط في وقت الرسول كانوا بيزنوا في وقت الرسول كانوا بيعملوا حاجات كتير آه بيسكروا وبيسكروا وبيسموا في الساقق وسكرين وفجار وكل حاجة طيب بص يا مارينا أنا بيصعب علي المسلمين إنهم بيحبوا النبي أكتر من الصحابة نفسهم الصحابة كرتونة البيض كانت عندهم أم والرسول صدقي بقى تخيلي إنه في أنا حاسعلك سؤال بسيط وفسرعة صلاة الجمعة كانت بتبقى الصلاة الأول وبعدين الخطبة كانت الأول دلوقتي بقت الخطبة الأول خطبة الجمعة وبعدين الصلاة الصلاة معظم المسلمين ما عرفوش ليه تقلبة الحكاية ليه أقولك تقلبة الحكاية ليه نشوف كده في آية تقريباً دي في صورة الجمعة صورة الجمعة 11 وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرزقين صورة الجمعة 11 الطبري بيقول إيه إذا رأى المؤمنون عير تجارة تجارة جاية أو لهوا رأسه وفرحه طبله وظبر الرسول كان إيه صلى وابتدى واقف عمل بيقول لهم الخطبة الجمعة يقوموا سايبين الرسول هو بيتكلم وكله يجري اللي يجري هنا واللي يجري هنا واللي يطلح يتفرج على الفرح اللي برة وعلى الطبل والزمر يعني هنا بقى إذا رأى المؤمنون عير تجارة أو لهوا يعني انفضوا إليها يعني أسرعوا إلى التجارة وتركوك يا محمد قائماً على المنبر وذلك إن التجارة التي رأوها فانفضق قوم إليها وتركوا النبي قائماً كانت زيتاً قدم به دحية ابن خليفة من الشام يعني لما المسلم يسمعني وأنا بقول كرتونة بيض ده كرتونة البيض دي كانت أحسن شوية ده زيت لما يلاقوا فيه إذا الزيت جاية من الشام كانوا بيسيبوا الرسول طيب دلوقتي أو لهوان أو رأسه غنى أو رأسه غنى يعني الرسول قاعدة يسمعوا صوت رأسه غنى روحوا سايبينه ومشي بالزبط دلوقتي تعالي يا هاتي يا مسلم لو قلت اسم الرسول قدامه بيعمل إيه؟ إلا أنت يا رسول الله لا غير كده علي الصلاة والسلام على طول بيحبوا بيحبوا أكتر من الصحابة فبنقول للمسلمين خدوا بالكم أنتوا بتحترموا أكتر من الصحابة نفسهم وكمان في الصورة دي لو ما يعرف التفسير يعني يقولك أن كلهم مشوا معدى 11 يعني حول الله يا رب يعني كان شكل وحش بصراحة يتسوى للشعراوي وفرحة ولا محمد حسين ولا هل ممكن ده بيشيلوا محمد حسيني عقوب على كتابهم فتسوى لي أن كل يبقى وافي يخطب كل الناس يسئ سبوه اللي 11 وده الرسول يعني ما عندوش حتى سلطان الكلمة بيفكرني عارفها يعني أنا أسفل التشميع بس زي مرسي كده مرسي كان يعود يتكلم ما تفهمش من نوع حاجة تدخلت كلامك بعضي مرسي اللي هو كان رئيس مصر أنا كنت أشوف وقال كان رسول الإسلام كده ما يعرفش يتكلم تدخل الكلام في بعضي غير مفوه وفيش موضوع بيبقى طرحه كويس ناس عايزة تكمل تفهميش منه حاجة هو كان الرسول كده وبكده احنا لازم نحط أصحاب الرسول تحت المجهر ونقول للمسلمين ايه ونقول للمسلمين حطوا معنا كل الكلام اللي احنا بنكلم ده تحت المجهر بالدليل والبرغان وعرفوا أن الرسول ما كانش بيحترموه حتى يعني واللي مش محترم ده واللي واللي ما عندوش الكلمة المفوه من ربنا ده مش رسول حقيقي من عند ربنا فالقرآن بيشهد على نفسه أفعال الرسول بتشهد عليه أنه ما كانش رسول من عند ربنا ونلتقي بكم في الحلقة القادمة